حزب الحرية نشط نشاط ملحوظ في الأسبوع ده حزب الحرية تصدر استطلاعات الرأي قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في النمسا حزب الحرية النمساوي يعتزم التفاوض مع طالبان والأسد لترحيل الأفغان والسوريين والداخلية تدعو للترحيل الدائم 101 سوري غادر النمسا طبعا في العام 2023 هل ده يعني لنا أن حزب الحرية بدأ حاليا دلوقتي موضوع عرض برنامجه الانتخابي أو عملية التنويه للانتخابات القادمة وتكهيز نفس الانتخابات بس اللي أنا مش أدر أفهمه يعني حزب الحرية بأي مسؤولية ممكن هو يقوم بعملية التفاوض مع طالبان والأسد إذا كان الحزب غير موجود بالحكومة ليس له ممثلين بالحكومة وده حزبه معارض في الوقت الحالي يعني الدفعة اللي خالح حزب الحرية أنه ممكن يعرض مثل هذا الأمر مع عملية التفاوض مع الدولتين الأفغانستان وسوريا كما تفضلت أستاذ مدوحه فحاليا بدأ برنامجه الانتخابي فعلا هذا الذي يحصل يعني حزب الحرية يعني فوق التطرف التطرف الموجود عنده وأفكاره المتشددة يريد التعامل مع إرهابيين ومع متطرفين ومع متشددين يعني سبحان الله كما يقول أطورة على أشكالها تقع يعني حزب متطرف مع مين بدأ يتعامل يروح يتعامل مع مين بدأ يتعامل يتعامل طبعا مع متطرفين مثله يعني هو حتى يعالج مشكلة اللاجئين إذا كانت مشكلة فعلا يروح يتعامل مع بشار الأسد المجرم الإرهابي الأول في العالم واللي مع الأسف الشديد يعني حزب الحرية على ما يبدو ما عم يقدر يستفيد من أو عم يقدر يعني يخرج يخرج من الحالة النازية اللي موجودة عنده والأفكار النازية والأفكار المتطرفة فبدأ يروح ويحاول الأسد أو يحاول يعمل معه اتفاقيات ما لحتى يقدر شو ينقل أو يحاول يعني التواصل مع إن كان مع طالبان بس برضو الحكومة المساوية مع باج اعتراض على موضوع الترحيل هو لك شؤال شغلة هامة جدا قال لك نعلم أن السوريين المقيمين في النمسا يقضون أطلاطهم في وطنهم رغم أنهم يدعون أنهم متهدون هناك قبل بيومين ماذا قالت الداخلية تدعو للترحيل دائم مئة واحد سوري غادروا النمسا طوعا في عام الفين وثلاثة وعشرين بيقلك بيقلك مية واحد شخصا عادوا إلى سوريا طب هذا الكلام على أي أساس هذا الكلام هذا الكلام هذا كلام صحيح ما فينا نقول غير كلام غير صحيح هذا كلام صحيح وهذا كلام واقع وهذا الذي حدث وهذا اللي صار صراحة ولكن أن يقوم حزب الحرية باستغلال هذه النقطة ويدعو لترحيل السوريين طبعا هو بس بأي صفة سياسية يعني بأي صفة سياسية أنت بنتلمسا عم يحكي برنامجه الانتخابي لما عنده أي قدرة التواصل طبعا يمنع من التواصل من الممكن من الممكن تواصل عن المستوى الحزبي مستوى حزب الشعب يعني في فرنسا مع الأسف كمان حزب ماري لوبين أعتقد في مراحل مراحل أرسلوا أرسلوا بعض البرلمانيين المتطرفين إلى بشار الأسد والتقوا فيه أعتقد قبل سنين فهذه الحالة هذه الحالة النمسا مع الأسف الشديد يعني هذا الاتجاه الذي تتجاه له هذا اتجاه كارثي النمسا نحن نعرف والمشكلة أنه أستاذ ممدوح هذا ليس فقط توجه حزب الحرية هذا أيضا توجه حزب الشعب يعني حزب الشعب نفسه بيقولك نحن عم نعمل على أنه نبني علاقات تواصل ما بين طالبان والنظام والأسد وهذا الكلام كله حتى نعيد اللاجئين المرفوضين المدانين يعني كل هذه العملية بس مدير حزب الحرية بيحصل على بس المعلومات أن السوريين الموجودين هنا بيقضوا الأجازات في دولهم وهنا بيقولون أنهم متهاضين هم ليسوا أغبياء هم ليسوا أغبياء هذا كلام صحيح فيجأ عديد من السوريين الذين يدعموا الإرهاب في سوريا إن كان إرهاب الميليشيات الإرهابية داعش وما إلى ذلك والنصرة وما إلى ذلك أو الإرهاب الذي هو فعليا الإرهاب الإيراني الإرهاب الروسي الإرهاب الأسدي كل هذه المجموعات الإرهابية يوجد الكثير من من يدعمها ويؤيدها هنا إضافة للإرهاب التركي هذا الجديد علينا أصبح يوجد الآن الإرهاب التركي حتى أردوغان يريد إعادة بناء علاقات مع الأسد والمعارضة يعني هتكت عرضه كما يقال الأردوغان من خلال هذه التصرفات الصبيانية صراحة فاستاذ الندوح السوري مثل ما قلنا أنه هنا نايمين على ودانهم متابعين كثير أمور في سوريين حصلوا على الجنسية النمساوية أو في سوريين ما حصلوا حصلوا على حق اللجوء بينزلوا على لبنان ومن لبنان منزلوا على سوريا في مننا بروح على كردستان ومن كردستان إلى سوريا ويدروا بيدخلوا بيخرجوا هنا بيتابعوا الأمور بشكل أو بآخر بيتابعوا وسائل التواصل الاجتماعي يا سيدي الكريم ففي عندهم صراحة متابعات كثير كبيرة موضوع المهم نحن هذا الخبر كيف نقرأه نحن هذا الخبر نقرأه كما تفضلت هو عنوان المرحلة الانتخابية المقبلة هو عنوان برنامج الحكومة المقبل حكومة النمسا المقبلة بنسبة لا تقل عن 80% ستكون هي مؤتلفة ما بين حزب الشعب وحزب الحرية وهذا الذي سيحدث وبالتالي وبالتالي نقول لكل من يسمعنا من السوريون من العراقيون من يسمعنا اعمل على أن تندمج اعمل على أن تعمل تعلم اللغة كون جزء من هذا المجتمع لن يحدثك أحد ابتعد عن المشاكل وعن الفوضى وعن عصابات العشائر الموجودة في الشوارع خبس بيها وخمسة وما إلى ذلك ولن يحدثك أحد وستكون أمورك بالسليم يعني هنشوف بقى الصراع الانتخابي هوصلنا لغاية فين